الحمد لله أولاً وآخراً لاهراً وباطنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الآخرة والأولى وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله فتح الله به أعيناً عمياً وقلوبًا غلفًا وآذانًا صمًا اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه أهل البرِّ والتقوى أما بعد فيا أيها المسلمون من المعلوم عند علماء الإسلام أن الأصل الذي تقوم عليه صحة التعبد متابعة السنة النبوية وقيام الدليل الشرعي وإنما يفعله بعضٌ من المسلمين من الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني عشر من شهر ربيعٍ الأول هو أمرٌ محدث لم يفعله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون ولا أهل القرون المفضَّلة مع عظيم محبَّتهم لنبينا محمدٍ صلى الله عليه وسلم والخير كل الخير إنما هو في الاتباع والشر كل الشر إنما هو في الابتداء قال صلى الله عليه وسلم من عمل أملًا ليس عليه أمرنا فهو رد وقال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌ ومحبَّة النبي صلى الله عليه وسلم أصلٌ عظيمٌ في الإيمان بالله جل وعلا ولا يستقيم إيمانٌ بدون محبَّته صلى الله عليه وسلم ولكن من لوازم وعركان محبَّته الاقتداء بهديه واتباع شرعه وعدم الإحداث في دينه ولو كان ذلك في ظن الإنسان حسنا فإن الحسن إنما يكون حسناً بشرع الله جل وعلا ثم إن الله أمرنا بأمرٍ عظيم ألا وهو الصلاة والسلام على النبي الكريم اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقلوبنا نبينا محمد اللهم ارضَ عن الخلفاء الراشدين والآئمة المهديين أبي بكرٍ وعمرَ وعُثمانَ وعلي اللهم صلى الله عليه وسلم